السلام عليكم ومحبا بكم في فيديو جديد على قناة حلقتنا اليوم بخصوص هذا الشاب اللي راح ضحيه دي الوحد الجريمة دي القتل الباشعة تعرض ليها في الدار ديالو فين كي يسكن في مدين ستانجا وهو انوار العثماني هذا الشاب العشريني اللي سيفطه والديه يقرأ في مدينة طانجا فإذا بهم كي يتصدموا به انو تقسل بذلك الطريقة جد خيبة بزاف وشانعة اللي يستر المهم قبل ما نهضروا في اي حاجة اللي يصبر والديه والله يرحمه مسكين هذا الشاب هذا للاصلية من دينة العريش وتزاد عام 2003 يعني دابة حاليا في عمره 17 عام 20 عام والديه كانوا في التعليم على حساب الروايد كانوا كي يشتغلوا في التعليم يعني موضعفين هاتش اللي يخلاهم انهم يهتموا بالمصار الاكاديمي والتعليمي تعد والدهم انوار اللي يرحمه ومن بعد ما اخذوا الباك ديالو رسلوه لمدينة طانجا باش يكمل قرائة ديالو على حساب ان مدينة العريش ما كتوفرش على الوسائل باش يكمل قرائته شي معاهد عليا او لمدارس عليا ومن بعد ما اخذوا باش يتبعوا دراسة ديالو في قليل العلوم ومن بعد الروايد قتقول انه كان كي قراءة فلانسيجي ديالو مدينة طانجا على اين المهم في مدرسة جامعية عليا وصافي اخذوا لي واحد دار وواش شارينها في الملك ديالهم وواش كارينها لي الله أعلمتها هي يا كان رواية فدول انها كارينها وكثين شو وحدين يقولوا انهم ديالهم المهم كان ساكن في هدك الابارطوم وفي هدك الموبل ساكن فيه ساكن غير بوحده هذا الشاب انور ليس عرف لي انه ورياضي ومهتم بالجسم دياله انسان ناشيط حياوي اكتيف عزيزين عليهم صداقات عدوا بزارة للصحاب وبزارة للناس كيبغيوه بحكم الجيران كانوا كيشهدوا لي بادشي انه انسان داخل سقراصه ودرويشه ولعم مرادار وانسان مقدب ومخلق لدرجة ان شي وحدين او صحابهم اللي كانوا كيجيو عدوا للدار كيصحروا معاه كيديروا بعد البرازير يعني يبدأ قوة الهدر ديالهم والهاراج وذلك شي كانوا كيبرزطوا الجيران شي واحد من الجيران كيقول لي ما بادره بارزطاني كي يعتادر منه هادك انوار كيقول لي اسمح ليه لجزيك باخير لا رح الموالدين لما اسمح ليه مقاش تكرر كان بينفسه وما كيبغيسه شي واحد يقول لي رك بارزطاني المهم هو انسان مقدب في النهاية كبقى هاد انوار هذا كان مؤثر يعني كان عدوا واحد للقناة في اليوتيوب كان في تاك توك كان في الانستغرام يعني كان عدوا بزارة للمتابعين كان دي مكان شهور الفيديوهات ديولغ هوا في الاصال هوا مع صحابه هوا كدير هاد تحدي المهم كان انسان مشهور ومعروف هاد الشي اللي خلي عدوا بزارة للصداقات وبزارة للمعارف سوى ابنات سوى ولاد هو مكانش معاول غير على والدية وانما كان هاد الشاب يخدم كيضرب تاماره وكيخدم وكيعاون كيقراه نفس الوقت كي يخدم وكيعدوا ذلك حسابات على وسائل التواصل الشيماعي المهم انسان الناشط وباشوش وحيوي لكن واحد نهار بالنهارات سيجو اصدقاء ديولغوا من بعد المقدة ومعه فى واحد نهار يجو مع الدول الدار او الالا بارتوما يجو كيدقوا عليه ما كيرفته شوو واشوه ليمزيان يتاصله على التليفون طافي التليفون يتاصله بالوالدين دوله يعني الام ديوله يقول لهم أنوار لم يمشي لديك ونحن ندقه عليه في الدارة لا يوجد فهي تشوشات عليه جاءت للمدينة طانجة جاءت لقاعدة أصحابهم تكتسنة وتماية حلات سارو الدخلات كيكتاشفوا الجوتة دياله مرمية دياله بواحد طريقة جدا خيبة واحد القتلى خيبة مطعون عدة طعنات في العنق دياله في الصدر دياله وغارق وصدام دياله وكان بعد الرواية كيكولو ماشي يصحابه يجي وكتاشفوه كيكتاشفوه كيكتاشفوه أما الأم دياله من بعد ما يومين او ليش حاجة ما تتاصل بيها وكان موافكة تتاصل بيها ركبات وجات وجات عنده ودقات سايات وحلات بسارو الدخلات وهي كتاشفاته المهم سوى هادة الرواية ولا هادة الرواية المهم في النهاية المطاف أنه عثير عليه مقتولا داخل شقعته وهناك يتبين بأن هذا أنور هذا الشاب هذا هذا اللي كان كل شي يبغيه وكل شي يحترمه إنسان وادي عدريف اللي عمره دار ما كانوش غير صحابه بوحده من كيجي وعدوه الدار وإنما كان شخص أو لأشخاص آخرين كانوك يتحينوا الفرصة باش يغدروه ويصفي والي بات طريقة جد باشية وهذا الشي اللي تقتلي في هذه اللحظة وقدر أنه يقتلوا بهذه الطريقة الباشية وهذا الشي اللي خلى مصالح الشرطة القضائية تلتاحق بمسرح الجريمة هالزوجة تدير هادة أنور هادة ودهوه للطبيب الشرعي يدي لاتشريح طيبي ويعرف ملابسات الحادث الشرطة القضائية وهي كاتبحت في مسرح الجريمة وكاتبحت في أطوار هادة القادية هادة أول وحدين اعتقلوه وما الأصدقاء ديولوه اللي كانوا كتردوه بزاف وكيجيوا وعدوه بزاف بشهد ديال الجيران شدوهم ولكن لأسف ما تبين بأنه ماشهم اللي قتلوه هم أبرياء من دم ديال هادة أنور هادة الشرطة القضائية عرفات كذلك أن هادة الشخص او لهادة الأشخاص اللي قتلوا هادة أنور بالطريقة قدروا أنه مستولولي على الحاسوب ديالو بباسي ديالو والتليفون والسوار ديولو والأفضع من هادة الشي هادة كامل هو أن هادة الشخص او لهادة الأشخاص اللي استولاروا بباسي والتليفون ديالو دخلوا لإيقون ديالو في وسائل التواصل الشيماعي ومسحوا جميع تصاور والفيديوهات المتعلقة به وشخصيين هادة كأنور يعني حسابة ديالو الشخصية مسحوهم وبدلوا الهوية ديالهم وهذا الشي هادة كيبيل البوليس وكيبيل أي واحد عرف هذه الموضعيات أن هادة الشخص اللي قتله كعارفهم مزيان كعارفهم حق المعرفة وكعارف اللي كونت ديالو وكعارف الموتباس ديالو وكعارف كل شي عدوا واحد معلومات كافية ووافيرة على هادة أنور الشاب المقتول وماشي غير شي فصعفي وإنما هادة ليدات البيتسي والتيليفون ديالو شدوهم وفورماطوهم يعني بدلوهم كاملين باش مالبوليس إصعاب اليوم أنهم يتبعهم يتبعوا المصارد البيتسي والتيليفون وبالتالي القولين القبض ولكن في واحدة من اللحظات هادة اللي يخونه البيتسي غيدير واحد الخطوة من فهماش نوعين ما واحد صديق من الأصديقة ديال أنور غير يلوح هذا البوست وغير يترحم فيه إلى صديقه أنور ويقول الله يرحمه غير يدخل هادة الشخص اللي يخون تليفون البيتسي يعني القاتل المفترض غير يدخل من الحساب ديال هادة أنور وغير يدير لايك غير يرجع لهذاك المنشور هو نيت وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي شخص ربما كان حاضر هادة الليلة اللي تقتل فيها أنور وبعت لي هذيك البنت اللي دارت ربما هادة الجريمة وقال أقسم بالله تشفتها بعيني من دخلها 14 العمارة ولكن خفتها دار ولا شي حاجة إذا سيفتوني تقانا والامتحانات قربوا ولكن لحساب المعطيات المتوفرة في الشرطة القضائية قدرت أخيرا أن تحط إيدها على القاتل المفترض ديال هادة أنور الشاب الله يرحمه وكان في الصراحة كان صدمة لكل المتبع للقضائية كان هو واحد البنت ما زال قاصر وعندها غير 17 عام هادة البنت شدوها البوليس هادة البنت ماشي بنت مدينة طانجة وإنما بنت مدينة تيتوان والغريف الأمر والعجيب هو أنها هادة الجريمة هادة ربما وقعت بالليل أو لو وقعت بالليل ووقعت بالليل هادة البنت هي قاصر جاية من مدينة تيتوان جاية من مدينة طانجة وداخلها عنده في الأبارطمو بالليل وقاتله يعني شي حاجة غريبة نوعا ما هي بنت عنده 17 عام وقد تقص لها الشاب هذا اللي تبارك الله كان سبورتيف وعده قريب العشرين عام وكان تبارك الله هو هاداك ما قدرش هداف على رأسه السماء شي حاجة مش هي هادك من اللي شدوها البوليس أو الشرطة القضائية أعطى عرفات لهم بأنها كان وحد شخص كي ساعدها في القادية ولكن ما ساعداش أنها قتلاته ساعدها في إخفاء هادات الجريمة هاد الشخص ما هو إلا خالها خال هادك البنت القاصر هاد شي بتعاون مع الشوط القضائي دي الطانجة والشوط القضائي دي التيتوان صغطوا أنهم يلقيوا القبض على هاد البنت هادي هاد البنت هادي من اللي استنقوا البوليس اللي حساب ما هو متوفر وما هو متداول والحساب بالضبط جريدة العمق اللي قالت بأنها من مصادر مطلعة الأقوال ليل هاد البنت أمام الشرطة كتقول لي موضي أنا لتاحقت بالشقة هادي الهالك اللي هو أنور في واحد الفترة مسائية دخلت هاد الشقة وحاول أنه اعتاد عليها معروفة كيفاش حاول اعتاد عليها وأنها دافعت غير غراسها دافعت لنفسها شرفها مش هاد كتجري تفلتات منه مش هاد كتجري الكوزينة جبتت واحد جنوية وطعنات وجهت لي عدة طعنات في العنق وأجزاء مختلفة من الجسم وهنا يمليت أكدات أنها قتلت تخلعها تتصابت واحد الهلاع تصلت بأحد أقريبات دياله اللي هو خالها قلت لي اشنوكين اشنوكين قال لي لجي هربة من تمو وجي عدي البلاطسة فلان فلانية وجيبي معك جنوية وجيبي معك تحويجك حويجها اللي كان نطلط تخب الدم وإي حاجة تقاصب الدم تموية هادك شلي دارت للبنت؟ مش هاد تلتح قاتبي خالها خالها اللي مشاجاب هادك دادك الجنوية هادات الجريمة وهادك حويجها اللي عاملين بالدم وتخلص منهم في واحد في واحد البلاصة هدا شاطئ ديالسيطوان من بعد البوليس مشاهوا وكتشفوا ما كان فين خبق هاده هادات الجريمة وهادك الحويج اللي ملطقين بالدم خالها كتعتابر حاليا راها متسترع للجريمة هاده جريمة في حد ذاتها إلا ما كانش هو شريك معها تحقيقات بوحدة غسبيين إلا كان هو شريك أو لا المهم في آخر المستجدات أن النياب العامة أعطا التمديد ثلثيام ثلثيام على ديمة التحقيق البنت بقى محترى الجزاء لأنها قاصر بينما ذاك الخال رهن تدابير الحراسة النظرية حاليا وتشريح الطبي ما زال الطبيب الشرعي ما مخرش به وتشريح الطبي هو الكافيل باش يبين بزاف الملابسات وبزاف الغموض في هاد الجريمة الشنعاء غيبين واش الدري هاده من يتقتل واش كان ناعس واش كان واخد منوم واش فعلا نيت كان حاول يغتعصب هاد البنت هاده واش بزاف الاسئلة غيبينها الطبيب الشرعي المهم في انتظار انتهاء عملية تشريح الطبي وفي انتظار تحقيقات الشرطة القضائية تنتهي لأن الشرطة القضائية في هذه الحالة ديالنا هي الكافيلة والواحدة والاعدل إمكانيات المادية اللوجيستيكية باش تحل خيوط هاد الجريمة الغامضة أما شي واحدة أخر يبقى يقول شي هادرا غير هادرا جميع التفاصيل كتكون عدل بوليس وعد نيابة العامة المختصة المهم كانت مننا ان الحقيقات تبين سواء كانت هذه البنت او لا محرشة شي واحد او لا بغارة ديال الفلوس او لا انها هادك لاتيدة غير ديال يا عباشوا قتلوه المهم كل شهادة شهادة غادي بان من اللي غادي يكملو الشرطة القضائية الابحاث والتحقيقات ديالهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة